أعزائي من منطقة كاتسرين في المنطقة الشمالية أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن ملكوت يسوع المسيح هذه الكلمة التي تذكر مراراً كثيرة في الكتاب المقدس عن ملكوت المسيح والمنطقة مناسبة جداً اكتشفوا مجمع في هذا المكان ومكتوب عن يسوع المسيح أنه كان يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت فماذا تعني هذه الكلمة؟ ماذا تعني كلمة ملكوت الله أو ملكوت المسيح؟ لماذا جاء المسيح ليكرز في هذا الموضوع؟ سوف أتحدث مزيداً عن هذا الموضوع أنا بصلي أن هذه الحلقة تكون بركة لحياتك أعزائي إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار رقم الهاتف أو الإيميل موجود على الشاشة يمكنك أن تتصل بنا سأعود بعد قناة مشاهدينا تابعونا لنتعرف على حياة يسوع المسيح الفريدة من خلال زيارتنا للمواقع الكتابية التاريخية سنكتشف معاً الجوانب الرائعة في حياة وتعليم يسوع كما سنستمع لشهادات أناس تغيرت حياتهم بقوة تأثيره تابعونا في حلقات المسيح الفريد أعزائي من مجمع كاتسرين في المنطقة الشمالية من الجليل أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن ملكوت يسوع المسيح المكان مناسب جداً هذه المنطقة أو كاتسرين كانت واحدة من المدن التسعة في أيام يسوع المسيح وبيتكلم الكتاب عن يسوع أنه كان يطوف كل قرى الجليل يكرز بمجامعهم ويبشر بملكوت الله كان يعلم ويكرز ببشارة ملكوت الله عزيزي هذه جوهر رسالة يسوع المسيح جاء ليعلم عن الملكوت الجديد ملكوت يسوع المسيح ملكوت السماوات أو كما يسمي الكتاب المقدس ملكوت الله بالنسبة لليهود كانوا يتوقعوا هذا الشيء من نبوات العهد القديم تنبأ النبي دانيال مثلاً عن ملكوت الله أن الله سيقيم مملكة لا تنقرد إلى الأبد وصوف تثبت إلى الأبد وعندما بشر الملاك جبرائيل القديسة مريم العذراء تكلم عن المسيح أو يسوع الذي سيولد أنه منسل داود وأن الله سيثبت كرسيه ومملكته إلى الأبد فهذا المغزى في صفحات الكتاب المقدس ولسيما في العهد القديم كان مفهوم لليهود في أيام المسيح لكن كيف فهموا اليهود فكرة الملكوت في الواقع في إنجيل لوق الإصحاح السابع عشر جاءوا الفرسيون وسألوا يسوع متى أو كيف سوف يأتي هذا الملكوت فهم يسوع أفكارهم وأجاب وقال إن ملكوت الله لا يأتي بمراقبة إنك تتوقع في شيء معين ولا يقولون لك هنا أو هناك لكن تكلم بعبارة التي أثارت دهشتهم لكنه قال إن ملكوت الله هو في داخلكم أي في وسطكم أن المسيح الذي جاء يكرز ببشارة الملكوت هو عنوان هذه البشارة بالنسبة لليهود هذا التعليم كان جديد وكان مدهش كانوا يعلمون من خلال نبوات العهد القديم أن الله سيجعل مملكة بر ومملكة سلام وأنه عندما يأتي المسيح سوف يحكم الأرض بالعدل والسلام والبر ولكن ماذا يقصد المسيح أن ملكوت الله في داخلكم أي ليس هنا لا يتحدث عن شيء محسوس أو ملموس أو بمراقبة معينة لأنه تذكروا معي أن اليهود كانوا محكمون تحت سيطرة الرمان أنذاك كانوا مستعمرين ومحطمين بالقيود والعبودية فكانوا يتوقعون مجيء المسيح كانوا يتوقعون أن المسيح الذي سوف يأتي يطيح بالإمبراطورية الرمانية وصيف يثبت كرسيه ويجلس في أورشليم ويحكم كل الأرض بالواقع في منطقة ليست بعيدة عن هذا المكان في إنجيل يحنى الإصحاح السادس نعرف أن يسوع أشبع خمسة آلاف رجل أشبع الآلاف وعندما رأوا أن المسيح له القدرة المعجزية قادر على إشباع الآلاف كما فعل موسى في القديم أرسل لهم المن وأن المسيح يشبع الآلاف فقالوا إن الملك في وسطنا فيقول كتاب أنهم أرادوا أن يخطفوا يسوع ويتوجوه ملكا لكن المسيح إن عزل عنهم لأن هذه لم تكن الفكرة في تلك الوقت أن المسيح يملك لكن علم بوضوح أنه كيف يملك عندما تحدث مع معلم اليهود القديم أسقال له الحق أقول لك إن لم تولد من فوق لا تقدر أن ترى ملكوت السموات فهذا الملكوت يبتدئ عندما يأتي المسيح إلى حياتك ويولد في قلبك وفي حياتك ثانية نسميها الولادة من فوق أو الولادة الجديدة أي تتغير حياتك عندها ينطبق المثل قائلا إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة فهذه طبيعة الملكوت وأشخاص الملكوت يستمتعون بالطبيعة الجديدة والخليقة الجديدة التي تتناسب وتتمشى بحسب تعليم ومبادئ هذا الملكوت أريد أن أواصل حديثي لكن بشجعك أنك تبقى معي في هذه الحلقة ويمكن هذا الموضوع يثير سؤال معين خلال حلقة سيكون رقم الهاتف والإيميل أنا بشجعك أنك تتصل أو تكتب سأعود بعد قليل صح أنا مؤمن وصح بروح الكنيسة لكن هذا ما بيعنيش أنه ما ممروكش في ذيكات صح بممروك في ذيكات ذيكات صعبة مرات لكن بقدر أعرف أنه الرب عم بقودني بسدد كل عبز وكل احتياج في ذيكوهاي أنا بقامن أنه ملكوت السماوات موجود معنا اللي هو أنه نكون ماشيين مع ربنا نكون في أرب لربنا كتير قريبين منه نكون عندنا علاقة شخصية معه أنا مفكر أنه هذا ملكوت السماوات وإحنا دائما منصلي أنه ما شيئته تتحقق في حياته أعزائي من منطقة بيتشان أريد أن أواصل حديثي في هذه الحلقة عن ملكوت المسيح أو ملكوت الله المنطقة مناسبة لأنه بيتشان كانت تعتبر واحدة من المدن الرئيسية الرسمية في أيام المسيح كانت تسمى إحدى المدن العشر أو مدن الديكابوليس مدن رومانية داخل البلاد كانت طبعا هنا في داخل الأراضي المقدسة والتسع مدن أخرى موجودين في الأردن أو عبر الأردن ملكوت الله ملكوت ليس مادة أو محسوس أو ملموس بعين مرئية أو كما قال المسيح لا يأتي بمراقبة هنا أو هناك لكن شيء أهم شيء أعظم هو ملكوت روحي لا يخضع لحدود مادية لا يخضع للزمن أو المكان بالواقع حتى التلميذ بعد قيامة المسيح وقبل صعوده إلى السماء سألوا هذا السؤال يا رب متى ترد الملك إلى إسرائيل؟ أجاب يسوع وقال ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض واضح أن توقعاتهم ما زالت توقعات مادية أي أن المسيح هو الذي يملك من أورشليم على كل أنحاء الأرض لكن المسيح هنا صحح المفاهيم أن ملكوته من هذه اللحظة ابتداء لا تقتصر في المكان أو الزمان غير محدودة في أماكن جغرافية فقط هذه المناطق وليس تقتصر لغة أو على شعب معين لكن هذا الملكوت للجميع وكلمة ملكوت كلمة كتير جميلة هي بتعني باسيليا في اللغة لأنني بتعني السلطة أو الرتبة الملكية العالية لكن هي سلطة النعمة وصيادة محبة الله على الناس هذه الفكرة من الملكوت هذا الملكوت لا نحصل عليه بالسياسة أو بالقوة العسكرية بالواقع قال يسوع مملكتي ليست من هذا العالم لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون يحاربون يقاومون لكن مملكتي مملكة روحية غير مادية هو عمل عميق بقوة الروح القدس في داخل الإنسان وفي كيان طبعا في جانبان لملكوت الله الجانب الحاضر عندما قال المسيح للفرسيين إن كنت أخرج الشياطين بإصبع الله فأقبل عليكم ملكوت الله أي أن ملكوت الله موجود في وسطهم في داخلهم يروا قوة وجلال وحضور الله أي إحداث التغيير في الحياة أما المعنى الثاني لهذا الملكوت بيتحدث عن ملكوت المستقبل يقول عن نفسه متى جاء ابن الإنسان مع قديسيه في ملكوته أي في مجيء الثاني ليثبت مملكته كل الأيام وإلى انقضاء الدهر هذا الملكوت أو التمليك أو المملكة يبتدئ بالتتويج المسيح مخلصا وربا على حياتك عندها تصبح من ضمن رعاية الملكوت وتكون في المسيح الله يساعدك حتى تستمر بقوة في هذه الحياة عزيزي ابقى معي سأواصل حديثي عن هذا الموضوع بعد قليل يشجعك أن المسيح آت عن قريب ليثبت مملكته إلى الأبد انتظر اصبر تشدد وتشجع الرب يكون معك الرب يسوع علمنا وقال في الصلاوات الصلاة الربانية علمنا نقول ليأتي ملكوتك ولتكن مشيعتك ليأتي ملكوتك بالنسبة لإلي شخصيا بتعني يا رب خلي مشيعتك وملكك يسود على كل فكرة على كل موضوع في حياتي على بيتي على سيارتي على مرتتي على عائلتي على أهلي عايز ملكك بس هو اليسود لما ينويلد المسيح في القلوب هو عمليا بداية الملكوت وانتداد الملكوت فباللحظة اللي الناس تعرف المسيح وتعرف عمل المسيح الكفاري عمليا ملكوت الله يمتد وهذا الاتداد طبعا عن طريق البشارة والكيرازة إلى كل أنحاء العالمي أعزائي من منطقة بيتشان واصل حديث عن ملكوت المسيح الموضوع هام جدا ولسيما ملكوت المسيح ابتدأ من خلال كرازته ووعظه كان لب وعظ المسيح توبه لأنه قد اقترب ملكوت السموات وبالواقع أي شخص كان يخلص بقوة المسيح كان يطلب منه أن يذهب لكي يخبر ويتكلم عن هذا الملكوت والمناطق الشهيرة اللي كانت في أيام المسيح هي القرى والمدن في الجليل وأيضا المدن العشر الديكابوليس من هذا المكان والمدن الأخرى عبر الأردن في أحد الأيام عندما أخرج الشياطين من مجنون كرة الجدريين قال له أتبعك قال له بل اذهب وحدث بكم صنع بك الرب ورحمك وبالفعل ابتدأ مباشرة يكرز بالمدن العشر لأنها كانت تزدحم بالسكان في تلك الأيام واضح أن هذه كانت مدينة عظيمة أنا موجود في الكارديا اللي هو لب أو قلب المدينة عبارة عن أعمدة كل الوقت حتى تصل إلى أسفل التلة القديمة اللي كانت أصلا بيتشان موجودة عليها ثم تتجه يمينا إلى أسفل إلى غور الأردن وتستمر المنطقة اكتشفوا في هذا المكان معابد كثيرة واكتشفوا حمامات رومانية واكتشفوا مناطق الأغورا أو الفورم السوق العام اللي كان الناس تأتي لتشتري وتتبضع ومكان الحوارات والجدلات والاجتماعات أيضا في هذا المكان يوجد أيضا ثياتر اللي كان عبارة عن مسرح يصع لألاف الناس اللي كانوا يشاهدوا إما الفن أو المسرح وبعد فترة زمنية أصبحت لمصارعة العمالقة والأسود عندما كانوا يستشهدون المسيحين التلة من خلفه كانت بيتشان القديمة بجانب هذا المكان جبل جلبوع قتل شاول الملك مع أولاده الثلاثة ومكتوب صلبوهن أو علقوهم على بوابة بيتشان هذه التلة القديمة اللي كانت في أيام شاول الملك هذه المنطقة كانت حافلة أيام المسيح لأنها كانت مدينة رومانية وهنا نتعلم أنه لما كان يكرج بملكوت الله في ديناميكية قوة محركة لهذا الملكوت يسوع قال العم يبصرون الموتى يقومون العرج يمشون البرص يطهرون المساكين يبشرون وهكذا بيتكلم عن كل أنواع الشفاءات وأيضاً الأرواح الشريرة تخرج هذه هي الديناميكية القوة المحركة لهذا الملكوت عندما أرسل تلميذه السبعين مع الاثنى عشر أن يكرزوا قال اذهبوا اشفوا مرضى طهروا برصاً وقولوا أقبل عليكم ملكوت الله فقوة هذا الملكوت بقوة التفعيل والتشغيل أن في قوة كانت تغير تجدد الحياة والكيان وكانت تشفي كل ضعف وكل مرض أو كما يقول كتاب عن يسوع أنه كان يطوف في كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز بملكوت الله ببشارة ملكوت الله وكان يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب فإذن بالحال لما بيكرز ببشارة الملكوت في ديناميكية في قوة معينة اللي تحدث التغيير اللي بتشفي المرض تخرج الأرواح الشريرة اللي بترد البصر والبصيرة اللي بتساعد الإنسان حتى يتجدد بالكامل وتساعده نفساً وجسداً وروحاً أعزائي هذا هو الديناميكية أن تجدد الحياة والكيان كيف ندخل هذا الملكوت؟ بكل بساطة قال المسيح لنقيد مصر الحق أقول لك إن لم تولد من فوق لا تقدر أن تدخل ملكوت الله عن طريق الولادة من فوق الولادة الروحية الولادة الجديدة كما نسميها أي أن تتوج المسيح مخلص ورب على حياتك ثم قال المسيح تحدياً إن لم يزد بركم على الكتب والفرسيين لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السموات مين ممكن يكون كامل من أجل هذا محتاجين عمل تجديد قوة الروح القدس ونستمر في هذا الموضوع لأن المسيح قال اطلبوا ملكوت الله وبره أولاً فإذن الله يدعونا أنه نتجدد أنه نسير في هذا الملكوت ونستمر نتكلم عن بشارة الملكوت عزيزي سأواصل حديثي بعد قليل كان المسيح عبارة عن نبي عمل معجزات مثل ومثل أي نبي من أول ما كان عمري تطبيباً ست سنوات وأصبت بصدمة غير طبيعية فكانت صدمة كبيرة جداً بالنسبة إلي طبعاً قبل ثالث سنوات وستة أشهر صليت الليل كامل تقريباً ساعة ثلاث أو أربع فشفت رب العزة في منامي وهو قاعد على كرسي مجدة فكنت ببكي فبيقول لي ليش بجي بكي من حبك أنا فقلت له من أنت قال ارفع راسك أنت اسمك اسمك سامويل أنت الآن سميتك أنا سامويل أنت ابني ما حد يقدر يضرك ولا حد يقدر قلت له من أنت قال أنا يسوع إلى الآن ما عرفت ليش قلت له طيب من أنا يعني إلى الآن وينك من قبل قال لو ما كنتش مريت بالمراحل الصعبة هذه ما كنتش عرفتني والآن أنت عندي عرفته الوجع عبارة عن نور ما قدرش أميز بس الأيدي والأرجو شفت الثقوب فيه في رجلة وفيه عيدة نعم فثقوب ما شفتش فيلم المسيح قبل بعد ما شفت فيلم المسيح هللويا المصحيت من النوم وانا كل أمل حصنا على مشاكل كثيرة طبعا واحد شخص ساعدته عمل صور ورسلها لأهلي حصلت مشاكل كبيرة ففكرت كيف الرب يسوع إله محبة وأنا أضعت كل شيء يعني أهلي يقاطعوني بدهم يقتلوني أصدقائي عملي شغلي كل شيء يضاع بس فعلا عندما قال رب يسوع من فقد أهله وماله وأصدقائه من أجلي عبثه خير وفعلا حصلت أعظم أسرة مسيحية حصلت أصدقاء حصلت إخوة والآن يمكن في نظر العالم أنا فقدت الأشياء حول العالم بس ينظر رب يسوع رب يسوع داخلي أشكر رب أعزائي من بيت شان أريد أن أواصل لحديثي عن ملكوت المسيح قلنا كيف ندخل الملكوت هو الولادة من فوق أن نطلب ملكوت الله أن يزيد برنا على الكتب والفرسين فواضح أنه مش ممكن أي إنسان يقدر بقوته الذاتية إلا ما يطلب عمل المسيح في حياته بقوة الروح القدس فيجدد الحياة والكيان وبالواقع عندما تحدث المسيح مع الناس ينبغي قال أن ندخل ملكوت مثل الأطفال هو الذي قال دعوا الأولاد يأتون إليه ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات عندما تؤمن بالمسيح فأنت تدخل وتصبح واحد من رعاية هذا الملكوت الجديد اللي فيه كل امتيازاته كل بركاته أيضا مسؤولياته أن نخدم وأن نكرز بهذا الملكوت الملكوت اللي بنتحدث عنه أحبائي له أخلاقيات عظيمة جدا بل مبادئ وأساسيات قوية جدا لا تستطيع تنفيذها أو تطبيقها إلا إن ولدت من فوق بقوة الروح القدس مثلا عظت المسيح على الجبل بيتكلم عن مبادئ الملكوت لرعاية الملكوت الجديد من يستطيع أن يحب الأعداء من يستطيع أن يغفر من يستطيع أن يعمل أعمال الله إلا إذا آمنت بالمسيح ودخلت هذا الملكوت تعيش أخلاقيات هذا الملكوت بالختام أريد أن أقول إن اتباع المسيح أيضا في تكلفة لهذا الملكوت في واحد من التلميذ قال ليسوع أتبعك أينما تنضي قال يسوع له للتعالب أو جرة ولطيور السماء أو كار أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه ثم قال هذه العبارة ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت السموات في ثمن كثير ناس بسبب إيمانها بالمسيح تضطهد وتتألم وتواجه أشد الصعوبات لأنه تعيش الحياة الجديدة في الملكوت الجديدة في مملكة المسيح على الأرض لكن أشجعك أن المسيح آت عن قريب ليثبت مملكته إلى الأبد انتظر اصبر تشدد وتشجع الرب يكون معك إذا عندك أي سؤال محتاج لأي مساعدة روحية رقم الهاتف موجود أمامك والإيمان عزيزي بصلي من كل قلبي أن هذه الحلقة لمست حياتك وغيرتك وأعطت مفهوم جديد أن ملكوت المسيح مش بالسيف ولا بالعنف ولا بالجهاد ولا بالمقاومة ولا قوة سياسية ولا عسكرية بل بفتحات الحب غزوات الحب في القلب تغير حياة والكيانة إلى اللقاء والرب يباركك في الحلقة القادمة من المسيح الفريد سنتحدث عن مواجزات المسيح هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على المزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ أو تريد الحصول على دي في دي لهذه الحلقة؟ لا تتردد في الاتصال بنا على نور at lfan.com كما يمكنك الاتصال تليفونياً على أو من داخل مصر أو من شمال أمريكا أو على العلوان؟ أو على العلوان؟ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة